بسم الله وبركاته الله نحاول في هذه الحصة تصحيح تمرين 34 صحة 218 الكتاب المفيد مستوى أولى إعداد هذا التمرين قالوا لي يكون أبا السدة متوازل أطلع مركزه النقطة اذا نحاول الرسمه بعد الشكل أبا السدة متوازل أطلع متوازل الأطلع نأخذ البركات هذا A B D نأخذ قياس أطلع أطلع A B نأخذ نقطة D نحاول قوس ثم نأخذ قياس أطلع أطلع ونأخذ نقطة B ونأخذ قوس هذه النقطة تسقطع هي النقطة C ونأخذ قوس ثم قالوا أنه مركزه يعني المركزه هي النقطة يعني نقطة تسقطع القطرين ونأخذ قوس أطلع ونأخذ نقطة هذه النقطة أ قالوا أننا لتكون نقطة أ من قطعة وف من القطع السد غير بحيث a تساوي السعف يعني سنأخذ واحد النقطة من عب تعالى كيف ستكون حسبنا جوج سنتيمتر هيا حسبوا مثلا واحد المسافة جوج سنتيمتر هذه هي النقطة ف المسافة أ تساوي السعف يعني حسبنا جوج سنتيمتر حسبنا جوج سنتيمتر حسبنا جوج سنتيمتر واحد جوج هذه هي النقطة ف حسنا من بعض الضغط المستقيمات المستقيم أف المستقيم أف ونرسمه المستقيم أس هذه النقطة لتقاطع ما بين بيدي ما بين بيدي واف بيدي واف واف قالوا نسميها ج ونسميها أرش السؤال الذي لدينا هنا بيدي أو برحن برحن أن المسافة 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 بيدي حسنا المسافة الدرجة تساوي المسافة البعض يعني هذا امتقيسين إذا كانوا امتقيسين سيكونوا من O هذه هي النقطة O من O الج ستكون تساوي O H يعني إذا بينا O الج تساوي O H ستكون امتقيسين لكي يكون O الج تساوي O H ستكون مثلا ستكون نقطة H مماثلة الج بالنسبة ل O أول شيء سنقوم بأسئلة أول شيء سنبدأ سنبدأ A E S F A E سنبدأ أن A E S F متوازل أضلع سنحاول لكي نصل لكي نصل إلى هذه النتيجة إذا لكي نبدأ أن A E S F متوازل أضلع ما لديه لدينا في المعطة الأول A B S D A B S D متوازل أضلع متوازل أضلع يعني أن ما لديه مستقيم A B S D يوازي المستقيم A C هذا هو المعطة الأولى متوازل أضلع كل مستقيمين متقابلين متوازل فيه حاملين حاملين متوازل أضلع الأولوي و هذا هو المستقيم A B الحامل لديه مستقيم A Cs F حسنا مستقيم A Cs F بحيث هذا المسافة A-E هذا المسافة A-E ستقعيس المسافة F بحيث A-E تساوي S-F إذن شنو عندي إذن شنو غيكون عندي إذن بما أن A-B و Z-S E-E كتنتميل A-B و F كتنتميل دس فإذن غيكون عندي A-E مالو يوازي F-S و دائما والمسافة A-E طلطة A-E يساوي طلطة S-F إذن إذا كانوا عندنا جوج مستقيمات متوازين و عندنا مثلا مسافة A-E تساوي المسافة F سنقول و منه A-E S-F متوازي الأضلع مازين هحنا هذا بينا راه متوازي الأضلع إذن غن دوز سؤال الثاني خصني دا بشنون بيين غن بيين بأن المساقيم أسي ممافل دي المساقيم A-F بين أن أسي المساقيم أسي هو مماثل أف عفوان A-F بالنسبة لأ شنو غن قول شنو غن قول شنو عندنا بما أن أول حاجة رعندي أب السد متوازي الأضلع متوازي متوازي الأضلع مركزه أو مركزه النقطة أو إلا كان فإن شنو أمالها أورها منتصف أو غتكون منتصف الوطارين أنا خدنا غير أسي منتصف وطار أسي مزي ومن خلال سؤال السابق سؤال سابق لدينا شنو أسف أسف متوازي الأضلع متوازي الأضلع يك أسف متوازي الأضلع قطره شنو هما القط هو القطرين لهذا هو قط أسي أسف قطره هما أسي وأسف ونعلم أن قطرين هذه من الخاصية قطرين متوازي الأضلع قطرين متوازي الأضلع لهما نفس المنتصف إذن شنو عندي قطرين متوازي الأضلع لهما نفس المنتصف وشنو هو المنتصف ديال أصي ها هو المنتصف ديال أصي هي النقطة أو إذن إحتى المنتصف ديال أو أف سيكون إذن ستكون أو منتصف أف مازي إذا كانت دبهادي مثلا اسمه واحد جوج إذن من واحد من واحد شنو عندنا لدينا لدينا شنو من واحد إذا كانت أو منتصف أصي إذن ستكون سي هي مماثلة أف نسبة أو من واحد لدينا سي أو نستنتج من واحد نستنتج أن سي مماثلة مماثلة أ بالنسبة أو مازي من واحد نستنتج أن السم مماثلة أب نسبة أو عود هنا شنو عند أو أو رحمن تصف أو أو رحمن تصف أو 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 من اثنان نستنتج ان ا راهي مماثلة مماثلة ارش نستنتج ان ا مماثلة اف بالنسبة ل او اذا سيكون عندنا المستقيم اس مماثل المستقيم اف بالنسبة للنقطة او احنا بينا راه مماثلة بالنسبة للنقطة او ماذا؟ ما هذا يبقى لنا؟ نحن بينا بأن النقطة اش راهي مماثلة ج بالنسبة ل او سؤال الثالث بينا ان اش مماثلة ج بالنسبة ل او بينا ا介نا ايG او مماثلة ج بالنسبة ل او لذلك نحن بينا ان نن việc retro М لنا نقلبها في المماثلة الج على ج نقلبها على المماثلة الج مماثلة مماثلة J بالنسبة لأو حسنا ما سيكون لدينا هنا بما أن بما أن هذا أول شيء بما أن النقطة J لن تنتمي تنتمي المستقيم بالنسبة بما أن بما أن أو والج تنتمي إلى المستقيم بالنسبة حسنا ونحن نعرف تماثل مركز كيف يحفظ الاستقامية ما سيكون لدينا حتى النقطة M سيكون تنتمي إلى المستقيم بالنسبة هذا الرمز ينتمي أو تنتمي الرمز ينتمي M سيكون تنتمي بالنسبة المماثل المماثل ما سيكون لدينا ما سيكون لدينا نحن نقطة J لدينا تنتمي إلى المستقيم A F لدينا J تنتمي إلى المستقيم E F وشنع A F عفوان وأسي مماثل أسي ره المستقيم أسي هو مماثل A F بالنسبة A F بالنسبة O إذا النقطة M هي المماثلة J إذا المماثلة J إذا كانت J تنتمي إلى A F فإن المماثلة ستنتمي إلى المماثلة المستقيم ما هو المماثلة هو أسي إذا ما ستكون لدينا إذا M ستنتمي إلى المستقيم A F تنتمي إلى المستقيم أسي ما لدي هذا المستقيم أسي هو المماثلة المستقيم A F بالنسبة للنقطة O وبما أن J ستنتمي إلى المستقيم A F فالنسبة لدينا جيد ستنتمي إلى المستقيم أسي حسن ستنتمي إلى المستقيم أسي هذه المماثلة اسمها M إذا ما لدينا من نستنتج أن M تنتمي إلى المستقيمين مستقيمين ما هو المستقيمين؟ م كان في البدء وم تنتمي مستقيمين البدء وص أي أن م هي إذا كانت تنتمي إلى المجوج إذن م هي تقاطع المستقيم بدي وأس وشنو هي تقاطع ديال أم أس شنو هي تقاطع ديال المستقيم أس و بدي شنو هي هي النقطة أش ونعلم أن أش هي تقاطع مستقيم أس و بدي إذن شغل تكون عندي هنا النقطة أم هي النقطة أش وبالتالي أش أش مماثلة ج بالنسبة بالنسبة لأو أش مماثلة ج بالنسبة لأو آخر نستنتج أن دج تساوي بح أن دج تساوي بح شنو عندنا عندنا أبسد دي مالو أبسد دي متوازل أدلاء متوازل أدلاء مركزه مركزه أو إذن إذن شنو؟ أو إذن أو منتصف بد الوطر أهو أو منتصف بد ومنه ما ستكون عندي؟ بمماثلة مماثلة مماثلة أش بمماثلة دي بالنسبة بالنسبة للنقطة أو وبما أن ما لدينا؟ أش مماثلة أش مماثلة ج بالنسبة لأو إذن ما لدينا؟ بمماثلة دي و أش مماثلة ج إذن شك نعرف؟ ونعلم أن ونعلم أن تماثل تماثل مركزي يحافر على المسافة بين نقطتين فإن فإن ستقول لدينا المسافة بأش تساوي مسافة بالشيء ونهاية حل التمرين موسيقى موسيقى